السلام عليكم ازاي ايو؟ الحقيقة كل الناس عمقت الكلام على مصار المسيارة اللي اطلقها على الحوثيين على اسرائيل وازاي ان اسرائيل فشلت انها تعترضها والامر ده يخليك تبقى متيقن من حاجة مهمة اوي وهي ايه؟ وهي ان فجأة كده العالم كله شهد فشل الحملة العسكرية الامريكية على الحوثيين فجأة كده بدينا نشوف نتائجها الحوثيين بتدوا يطلقوا قضايفهم في تلقابل وابتدنا نشوف ان العالم كله مرتبك ازاي فيه مصارة حوثية قدرت تختارك الحدود الاسرائيلية السؤال التانيق فين قبل حدين؟ ده سؤال مهم جدا السؤال التالت اسرائيل عترد على حزب الله ولا ترد على حوثيين؟ اما السؤال الرابع لو فيه هدنة في غزة؟ ولا لأ؟ بص اسئلة كتير قوي واجوبة لما تجاوب عليها حتلاقي المشهد مختلف تماما غير ما احنا كلنا بنفكر بس طبع عشان هقولك عليه واكشف لك تفاصيل دي كلها لازم اقولك اكتصى من الاول قبل اكتصف الموضوع قبل اكتشف لك التفاصيل كلينا اقولك ان احنا معنا راعي كوي جدا ومحترم جدا وهو اتكلمنا قطر مرة على الحرب في السوداء وهي حرب اهلية شغالة بقالها اكبر من سنة والحقيقة ان الام المتحدة بتحذر من ان العالم حيواجه اكبر مجاعة ممكن يشهدها من اربعين سنة اما المجاعة اللي هتكون في السودان فهي مجاعة قوية جدا وقاسية جدا عشان جدا الراعي اللي معنا النهاردة هو مؤسسة الدقن العربي للزبح وهو راعي اتعملت معايا انا شخصية ومئات من متابعي قناة سامري صدقة على الاستاذ محمد ممدوح والقائمين على قناة سامري نصمه سبحانه وتعالى ان يتقبل منه الدقن العربي بيقدم خدمة للزبح عن بعد للصداقات والعقائق سواء في السودان او تنزانيا يعني تقدر من اي مكان في العالم تشتري زبيحة من خلال الموقع او التطبيق بسعر سبعمائة وخمسين ريال سعود ما يعادل ميتين دولار امريكي فقط بيتم زبح خروف وتوزيعه على اسر الفقراء اللي بتعاني من المجاعة وعشان تضمن حقك بتستلم فيديوهات الدبح والتوزيع كلال اربعة وعشرين ساعة من الشراء ده من جير ان عندهم ميزة الطلب الشهري التلقائي يعني كل شهر يتدبح خروف ويتوزع باسمك ويوصلك الفيديوهات بتاعته واجمل حاجة عجبتني فيهم ان جزء كبير من ارباح المؤسسة بيتم التبرع بيها لاخواتنا في غزة يعني لما تشتري منهم انت بتساعد اخواتنا في غزة والسودان في نفس الوقت واحب اوضح ان مؤسسة الدقن العربي هي شركة موثقة ومسجلة في السعودية والامارات وعندهم مزارع في السودان وتنزانيا والرياض وحسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم وتشوف الموقع والتطبيق عشان تشتري منهم وانا بشجع بشدة الشراء من خلال مؤسسة الدقن العربي وربنا يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال يا رب نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة حضرتك واو مرة هتسمعه في ما يخص اسرائيل واختراق اسرائيل اللي تم امبارح من كبل الحوثيين الحقيقة انا عاوز ابتدي الاول من اهم ملف بالنسبة لي وهو زيارة نتانياهو لامريكا المفروض الراجل ده حيروح امريكا يوم 22 المفروض يصل 22 السؤال بقى هو ازاي نتانياهو هيصل لامريكا ويلقي خطاب قصاد الكناست وعنده مشكلة كبيرة جدا ان الرئيس امريكي معزول لان الرئيس امريكي قاعد في البيت في ولاية الدلاور الامريكية عنده كورونا محنش عارف جو بايدن حيوش فقبل ما يقابل نتانياهو ولا لأ بس الاعلام الاسرائيلي كله عمال يتكلف حاجة موماوي هو هل جو بايدن مش عاوز ان هو يستسلم او عاوز ان هو يعلن انسحابه من الرئاسة الامريكية قبل مقابلة نتانياهو هل مش عاوز تيهني نتانياهو على حاجة زي كده ان هو يبقى عارف مين الرئيس القادم اللي يقابله يعني خد بقى نتانياهو هو جاي يوم 22 حيروك يخد بيوم 24 فالفترة دي المفروض نتانياهو هيقابل الرئيس الامريكي فلو كان الرئيس الامريكي كان انسحب مثلا او اعلن انسحبه من انتخابات الرئاسية نتانياهو على فكرة ممكن يقول انا ممكن هقابل دونال ترامب عادي جدا عادي جدا وممكن ان هو يخرج بيت لابيض لمقابلة دونال ترامب اما طول ما جو بايدن قاعد في اسباء الرئاسي ساعتها نتانياهو مرغم ان هو يقعد مع جو بايدن بس لازم تعرف ان العلاقات بين الاتنين سيئة جدا سواء بقى جو بايدن سواء نتانياهو الاتنين بيتقوش بعض ومش عارزين اصلا يقابلوا بعض وحتة ان نتانياهو جاي وهيقابل جو بايدن هي تقضية واجب من الاول الاخر يعني بس نتانياهو مهتم جدا باختاب اللي حيقوي قصاد الكونجرس في امريكا ليه؟ لان الكونجرس هو الوحيد اللي مكمل ونتانياهو عارف ان هو مكمل حتى بعد انتخاب دونالد ترامب نواب الكونجرس في امريكا هم اللي حيعودوا عفكرة كانت تنع مايك جونز رئيس مجلس نواب قالك اي نائب حيمشي من جلسة نتانياهو حيبقى له عواقب يعني هو مش بيتكلم ان هما ما يحضروش الجلسة لا بيقولك نائب يحضر واول ما تانياهو يطلع يتكلم نائب امريكي يطلع يمشي يغادر الجلسة ده حيكون له عواقب فمايك جونز رئيس مجلس نواب الامريكي بيهدد النواب ما ينفعش تمشي وتسيبه كلمة نتانياهو فده امر مهم جدا بس نتانياهو لازم تعرف ان هو لما يلقي خطاب قصاد الكونجرس في امريكا لازم تعرف ان هو حيغير الخطاب ده كذا مرة يعني نتانياهو هو جاي يكلم الكونجرس كان اول مرة حيتكلم فيها حماس واللي عملته حماس في 7 اكتوبر بعد كده ام غير الخطاب وقال لك لا حزب الله دلوقتي ام غير الخطاب تاني وقام حيتكلم على الحوثي وبعد كده حيتكلم على ايران وازاي ايران دي خطر كبير يجب التصدي ليه فالنتانياهو كل شوية عدل في الخطاب بتاعه تاني حاجة نتانياهو مفروض كان في خطاب قصاد الكونجرس كان مفروض هيهاجم بايدن بشكل كبير جدا بايدن وقفله اسلاحة الكلام ده كله فكان نتانياهو جاي يهاجم الرئيس الامريكي جو بايدن من قلب الكونجرس نتانياهو في خطابه ممكن ما يهاجمش جو بايدن لان الامر اصبح يعني ملوش لازم يعني جو بايدن لو انسحب الامر ملوش لازم ده حتى دونالد ترامب بطل يهاجم جو بايدن وفي خطابه قصاد الحزب بتاعه تدارك الموضوع بقاش يجيب سلب بايدن بشكل مباشر خالص فنتانياهو بقى يرتكب الغلطة دي اكيد لا فحاليا نتانياهو لن يتدخل او يهاجم جو بايدن نتانياهو ده تم تغييره اكتر من مرة اكتر من مرة ازاي حيلقي قصاد مجلس نوارد بس كده او كده لازم تعرفين نتانياهو دلوقتي المفروض صفقة بينه وبين حماسة المفروض خلصت ومفروض ان هم مستنيين على توقيع نتانياهو الا ان نتانياهو مش عاوز يوقع الصفقة دي قبل الخطاب بتاع الكونجرس زي ما انا قلت حضرتك بالزبط على فكرة الاعلام الاسرائيلي لسه كاتب الكلام ده النهاردة قالك نتانياهو الصفقة قدامه جهزة بس هو مش عاوز يرجع الوافد بتاعه للتفاوض تاني في مصر عشان ما يوقعش على الصفقة او يوصلوا لتسوية نهائية بينه وبين حماس فيوقع الصفقة دي قبل الكونجرس هو عاوز يروح الكونجرس الاول يتأكد ويشوف مدى الدعم في امريكا عامل ازاي وساعتها يتاخذ القرار بتاعه وبحسب المصدر فان نتانياهو يريد زيارة الولايات المتحدة وهو يمتلك جميع الاوراق في يده وان يحافظ على زخم الزيارة واضاف المصدر ان هناك احتمالات تتعلق بتأخير الصفقة اولها ان نتانياهو يريد الاحتفاظ بخيار اجراء مناقشة حولها مع بايدن والاحتمال الاخر هو انه يريد الاعلان عنها عندما يكون في البيت الابيض او الكونجرس كده او كده اللي انا بقول حضرتك نتانياهو ما ينفعش انهو ياخد القرار بتا دلوقتي لان اليميني متطرف كان واضح جدا حيعتبرها هزيمة فقا نتانياهو عمال يراوخ كده او كده طيب الجيش الاسرائيلي حصل ان في رئيس هاية اركان الجيش الاسرائيلي هيرسي هاليفي قاعد مع نتانياهو وعلى فكرة كان اقصر اجتماع ممكن تشوف حياتك ليه؟ لان رئيس هاية اركان الجيش الاسرائيل لما قاعد مع نتانياهو قال له احنا عاوزين صفقة في غزة نتانياهو قال له طب بص مفيش اجتماع وش كده قال له بص ما فيش اجتماع قوم بقى عشان احنا ايه حنقفل الدنيا دي كلها ده يواليك قد ايه نتانياهو رافض للصفقة اصلا في اسرائيل قال مصدران مطلعان من رئيس هاية اركان الجيش الاسرائيلي هيرسي هاليفي اكد خلال مشاورات امنية عقرت برئاسة بن يامين نتانياهو مساء الخميس ان على اسرائيل التوصل الى صفقة تبادل اسراء الام وبيحسب المصادر فقد تذرع نتانياهو بعد نصف ساعة فقط من تصريحات هاليفي بتأخر الوقت واعلن انهاء الجلسة التي حضرها وزير الدفاع ورئيس المصاد والشباك طيب اهم جزء في الموضوع اللي حصل انبارح وان الحوثيين اطلقوا مسيارة قدرت انها تمشي كرابة الالف وخمسمائة كيلومتر او الفين كيلومتر لحد ما تصل لسواحل تل قد الحقيقة انا قد بني خريطة هي خريطة مهمة جدا الميناء بتاقلات موجود في البحر المتوسط مش موجود في البحر الحم مش بيست بعار يعني تواجد ميناء اقلات مش على سواحل البحر الحم ايه اللي ان انا عاوز اقوله ان الحوثين في الجنوب تاني حاجة الناس بتعرف ان مسار المصيارة دي ممشيش على طول السواحل الاسرائيلية لأ ده ممكن يكون اخترق سينة بشكل او باخر لان ده اللي طالع في الاعلام الاسرائيلي ان القناة ال12 الاسرائيلية بتقولك المسيّرة اللي اطلقها الحوثيين من طراز صمد 3 المسيّرة دي مشيت في الحدود المصرية وبعد كده راحت لتلقبيب إنما المسيّرة دي ما مشيتش على طول السواحل الإسرائيلي كده أو كده حتى لو كانت مشيت على طول السواحل الإسرائيلي ما كانوش هيشوفوها أصلا بس بيقولك إن المسيّرة دي انتهجت مصار جديد تماماً على الجيشة إسرائيل وده عاملة عمل صدمة في إسرائيل تاني حاجة اكتشفوا إن المسيّرة صمد 3 دي اللي استخدامها الحوثيين المسيّرة دي الرس الانفجرية بتاعتها أصغر من المسيّرات السابقة يعني التعديل اللي أجرته إيران على مسيّرة صمد 3 دي هي إن المسيّرة بدت تحمل متفجّرات كرابة 7 كيلو جرام بدل ما تحمل بقى إيه العشرة والخمستاشر وكام دا كله لا 7 كيلو جرام بس متفجّرات تعويض الرس المتفجّرة دي اللي خلوها أصغر قالك تعويضها في المطور قالك الطائرة دي بتعرف تشيل حمولة أكتر في البنزين ومطور بتاعها أكبر عشان كده بتبقى قادرة على الطائران مسافة أبعد بكتير دا أول حاجة لاحظها الصهاينة سؤال بقى ليه إسرائيل فشلت في اعتراض المسيّرة في رواية جديدة النهاردة طالعة رواية مهمة جدا بيقولك على فكرة الصهاينة كانوا شافوا المسيّرة دي وطريقة تعامل دفعات الجوائل الإسرائيلية مع المسيّرات من النوع دا بيعملوا إيه؟ بيحسبوا مدى الزمني وهي كالآتي يشغالوا الكوبة الحديدية يطلعوا طائرات هليكوبتر يطلعوا حتى مسيّرات لتأمين السماء المشكلة إن إسرائيل لما حسبت المدى الزمني اللي تقطعه المسيّرة دي عشان يستعدوا ليها اتضح إن المدى الزمني دا مسيّرة تخططه فقال لك الله خلاص دي ضلت طريقهم يعني هو مسلا كانوا مدينها مسلا ساعة على فكرة المسيّرة دي طارت عشر ساعات بس بيقولك كان مدينها ساعة ماشي؟ بس بيقولك كانوا مدينها مسلا سبع ساعات ما وصلتش في السبع ساعات تجاوزت المدى الزمني دا فالتفاعات الجوائل الإسرائيلية قالت والله دي ضلت طريقها أو مش هتوصل لنا فخلاص نخمد استعداداتنا وساعتها طارت المسيّرة ووصلت لقلب تل أبيب وهنا كانت صدمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي بشكل كبير مع فكرة الموضوع دا عملت كارسة في إسرائيل تضرب قلب تل أبيب على بعد عشرات الأمطار فقط من السفارة الأمريكية تقتل إسرائيليا وتجرح عشر آخرين وتجرح كبرياء الجيش الإسرائيلي الذي اعترف بالفشل الخطر حاجة التانية إن الرواية اللي أنا قلتها لحضرتك مبارح هي الصح إن الحوثيين ما أطلقوش مصايرة واحدة لأن على فكرة لقيت ناس كانت بالي هي مصايرة واحدة تم إطلاقها من الحوثيين لا الحوثيين عملوا عملية إلهاق ما يسمى عليها دايفرشن إزاي؟ الحوثيين أطلقوا كذا مصايرة بس من عائرات مختلفة أو من طرازات مختلفة ديه المصايرة الأساسية اللي هي صمت تلاتة دي هي اللي تم توجيهها عشان تصل للسواح الإسرائيل إنما كان فيه مصايرات أخرى رصدها البحرية الأمريكية وأسقطوها فيه ناس تقول لك أربعة فيه ناس تقول لك خمسة بس في الآخر كان فيه مصايرات إلهاء أخرى كان الحوثيين عارفين إنهم مش هيوصلوا لتل أبيب المصايرة دي هي الهدف الأساسي وقالت الصحيفة إن جيش الدفاع الإسرائيلي يجري تحقيقاً في جميع المسارات المحتملة لوصول الطائرة المسيرة ولا يستبعد مصادر إطلاق مختلفة على الرغم من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم كما كشفت الصحيفة عن اعتراض جيش الدفاع الإسرائيلي هدفاً آخر يقترب من إسرائيل من الشرق خلال الليلة الماضية في نفس الوقت لازم تعرف إن كان فيه مصايرة جاية من العراق وده شيء لو تم إثباته إن الحوثيين تعاونوا مع ملشيات حزب الله الموجودة في العراق ده أمر حيبقى خطيف جداً ليه؟ لأن مش عملية إلهاء بسيطة إن المصايراتين يوصلوا في نفس الوقت في نفس الساعة هنا إنت بتعمل إن في إلهاء لمنظومات الدفاع الجوي النهاردة كل الإعلام الصهيوني بيقولك فين منظومات الكوبة الحادية إزاي يتم اختراكها بالشكل ده؟ النهاردة الكلام طالع إن إسرائيل ما عندهاش منظومة كوبة حادية للتصدي لمصايرات وتم الكشف عن الصغرة دي إسرائيل عندها كوبة حادية للتصدي للسواريخ والمجزوفات إنها المصايرات الظاهر كده إنه بيتم اختراكها للونهار وإن موضوع الاختراك للكوبة الحادية ده ده أمر أصبح مستحدث بشكل كبير والظاهر كده إن التنصيق مش بس بين الحوثيين وحزب الله اللي موجود في العراق التنصيق كمان بين حزب الله اللي بيشوف الأهداف وبنك الأهداف بتاعته في إسرائيل وبينقلها للحوثيين وحزب الله لأن خلي بقى لك الحوثيين في أخطر حاجة قالوا في البيان بتاعهم قال لك إحنا عندنا بنك أهداف ده في الإسرائيل طيب هل الحوثيين كانوا اخترقوا قبل كده إسرائيل وصوروا الأهداف الإسرائيلية؟ لأ مين اللي صور حزب الله؟ كان يبقى لك الحوثيين عندهم مش حتة إن المصيرات تروح تصور إسرائيل وترجع تاني مسافة كبيرة جدا ما ينفعش المصيرات تعمل كده وعشان تعمل كده ده المصيرات أضخم يسهل إسقطها فالعمل بنك الأهداف للحوثيين هو حزب الله فده أمش أخطر قلب تل أبيب في مرمى نيران الحوثيين هجوم جديد أعلنت الجماعة أنه يأتي ضمن عملياتها لإسناد غزة لكن سلسلة من الحوادث الغامضة التي استهدفت إيران ومصالحها في الفترة الأخيرة تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان استهداف الحوثيين لتل أبيب انتقاما إيرانيا بالوكالة أخطر ما في الموضوع هي إسرائيل حد رد إزاي؟ يعني ده الهم بتاع الإعلام الإسرائيلي النهاردة بيقولك إحنا هنرد إزاي؟ يعني طريقة الرد آه حيتم مع التنصيق مع الأمريكان مع بريطانيين بس هنرد إزاي؟ وده التساؤل الأساسي هل هنعمل عمليات قصف جوي لليمن؟ ده أمر ما بيفرقش خالص مع الحوثيين وأمر مش هيتعفهم بشكل أو بأخر بس النهاردة الصهاينة بيحملوا الأمريكان السبب بيقولك الأمريكان هم اللي مشوا حاملة طوالات من قدام السواحي اليمنية وده أمر كان خطير جدا بالوقتي عندها لأن أمريكا الظاهر كان يجب أنها تتم عمليتها بشكل مركز أكتر الحقيقة كل الدعوات النهاردة طلعة حوالين أن يجب توجيه ضربة لإيران الحاجة الثانية اللي شغلة بالإسرائيل أن إسرائيل بتتم تجهيزاتها لضرب حزب الله بس الكصة كلها في إيه؟ الكصة كلها أن لأول مرة يتم ضرب العاصمة من قبل الحوثيين وإسرائيل تستعد الهجمات مع حزب الله أو حرب مع حزب الله ليه؟ لأن خد بالك النهاردة حزب الله وسع من مدى بتاع استهدافاته لإسرائيل خد بالك بس بحيط إيه؟ حزب الله وسع من مدى استهدافاته لأن حصل نصر الله طلع وقال إن لو إسرائيل تمادت في اختيال القادة وتمادت في ضرب مدنيين حيدرب مناطق ما كانش بيدربها تمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق إذا جاءت دباباتكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات طيب فالنهاردة حزب الله ضرب مناطق ما كانش بيدربها وسع من مدى الدربات بتاعته وإيه مشكلة في حاجة زي كده؟ تهجير جديد للسكان الصهاينة لقلب إسرائيل وده أمر كان قاسي جدا إن انت بتتكلم قبل كده كان تم تهجير 120 ألف لقلب إسرائيل والناس دي بتروح تقعد في فنادق على حساب الحكومة والناس دي بتدخل أولادها المدارس وبيتعاوشوا في قلب إسرائيل فبتعمل تغيير ديموجرافي في المجتمع الإسرائيل في دلوقتي حزب الله فارد معادلة جديدة على الصهاين فده أمر مهم جدا الأمر الآخر هو ضرب إيران بالنووي وده اللي بيركز عليه الأعلام الإسرائيلي بشكل جميل قوي وقال لك هنضرب إيران بالنووي دلوقتي عشان نخلص وده الرد الأساسي والكلام دي كله طيب إلا أنا عاوز أقوله في النهاية في فيديو وحاجة مهم قوي خد بالك إن إسرائيل دلوقتي فأضعف حالتها وإسرائيل حاليا ضعفها نابع من انشجال أمريكا في الانتخابات بتاعتها إسرائيل مش ضعفها نابع من قدراتها العسكرية اللي بتتآكل وإن عندهم مشكلة في الدبابات وإن هم أصلا مش عارفين يفتحوا جابلة حزب الله عشان عندهم مشاكل في الزخيرة بتاعتهم والدبابات بتاعتهم لا مشكلة إسرائيل الأساسية إن أمريكا فيها انتخابات وإن أمريكا عاوزة تحافظ على اقتصادها بشكل كبير ومش عاوزة تخش في حروب واسعة ضد الحوثيين لإن خد بالك تم التأكد تماما إن الحوثيين ما ينفعش تتعامل معهم بالسبل العادية خاص لأ إنت عشان تتعامل مع الحوثيين يجب أن تتتعامل معهم بسلوك مختلف وطريقة عسكرية مختلفة غير اللي كان بينتهجها الأمريكان وخد بالك من كلام نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس اللي طلع قال إن الحوثيين يجب ضربوهم بشكل مختلف غير التحسيس البيتن من البحرية الأمريكية فده أمر مهم جدا والحاجة التانية اللي خايفة منها إسرائيل حاجة أهمة إن ما يكونش الحوثيين عاوزين يشتتوا انتباه إسرائيل عن مهاجمة حزب الله وإن عاوزين يقولوله لأ ده أنت ممكن تخسر مدنيا ويحصل عندك مشاكل كتيرة لإن خد بالك لما الحوثيين يضربوا العاصمة سكان العاصمة لو تم تهجيرهم هيروحوا فيه وده سؤال مهم جدا مش هيلوها حدة يروحوها وساعة عمليات النزوح اللي بتتم من شمال إسرائيل ما ينفعش تحصل من العاصمة الحل الوحيد إن العاصمة يتم استهدافها إن سكان العاصمة يهاجروا من إسرائيل كلهم زائد إن خد بالك إسرائيل عندها مشكلة داخلية في تجنيد الحرديم يحب الكلام إن بكرة حيتم تجنيد الحرديم رسميا في إسرائيل وده هيعمل مظاهرات ضخمة وصدمات داخلية كتير جدا الكلام ده كله بيؤدي إن مشاكل إسرائيل زيادة عن اللزوم وفي نفس الوقت هم معرضين من الاختراك من الخارج وفي نفس الوقت رأسهم مش عاوز يوقع على اتفاق سلام لإن الراجل ده لو وقع على اتفاق سلام حيتحكم وهيخش استجناء وهيتم تكشف كل قضايا الفساد اللي عنده فمش عارف أو خايف إن هو يوقع على اتفاق سلام عملية الحوثيين مبارح لضرب تل قبيب هي عملية ضخمة جدا في الإعلام الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي مركز عليها جامد جدا إن هم شايفين إن هم تم اختراكهم وده أكتر بحاجة من خوفاهم إن احنا تم اختراكنا بس على الجانب الآخر خد بالك إن مشكلة الحوثيين هي تطلعاتهم وإن مشكلة الحوثيين بتبدأ من نهاية حرب إسرائيل مش في حرب إسرائيل يعني طول ما هم في حرب إسرائيل مفيش مشكلة إنما تطلعات الحوثيين إن هم عايزين يبقوا قوة إقليمية وحتى قوة عالمية ده اللي عمل مشكلة كبيرة جدا هم بيهددوا دول الجوار بيهددوا دول الخليج وكلام ده كله في نفس الوقت هم معتمدين على إيران بيتبنوا أهداف إيران فده أمر هتشوف مشاكله بعد نهاية حرب غزة ده لو خلصت وحتبتدي مشاكله أكبر لو حرب لبنان ابتدت لازم تعرف إنه حيكون فيه اشتلاكات بشكل مختلف إن الحوثيين حيستخدموا نظام ساتوريشن ساتوريشن ده نظام الإغراج أو التشبع في استهداف إسرائيل بدل ما حيطلقوا مصيرا واحدة حيطلقوا مئات المصيرات اللي مش هتعرف البحرية الأمريكية تعترضها لوحدها ومش هيعرف الدفاعات الجوائية الإسرائيلية تعترضها لوحدها وحيكون فيه ضربات قاسية جدا من إسرائيل وكده إسرائيل فتحت جبهتين في منطقة خطورة جبهت حزب الله اللي هي على طول بتتعامل معها إنها جبهة عسكرية محدودة وإن بداية الحرب مع حزب اللي هتكون في إيد إسرائيل تملي وجبهتانية مدنية لإن مشكلة إسرائيل نهارده إن الحوثيين ابتدوا يضربوا أهداف مدنية بدل ما كانوا يضربوا ميناء إلات فده مشكلة كبيرة جدا في الأخر يا رب وكونش أحد حرارك الموضوع بشكل مبسط وارب بنصر مصر وارب بنصر العرب وارب بنصر فلسطين يا رب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين